نقلت صحيفة الخبر الجزائرية أن جهات موالية لنظام الحكم في البلاد عملت على شراء ذمم أصحاب أشهر صفحات ومجموعات الفيسبوك التي يتابعها الجزائريون عبر موقع التواصل الاجتماعي الأضخم في العالم لأغراض سياسية وقالت الصحيفة إن منظمة مراسلون بلا حدود كشفت أن جهات موالية لنظام الحكم في الجزائر عملت على شراء ذمم أصحاب أشهر صفحات موقع التواصل الاجتماعي لتوظيفها لأغراض دعائية والسياسية ولمواجهة موجة الرفض التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي لترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة وقال تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود إن تلك الجهات عملت على استمالة مجموعات الفيسبوك الأكثر متابعة فتمت استمالة المشرفين على هذه المجموعات واقترحت عليهم مبالغ مالية بلغت قيمتها مليون دينار أي ما يعادل سبعة آلاف أورو بهدف وضع اليد على تلك الصفحات تقرير مراسلون جاء فيه بشأن وضع حرية الصحافة في الجزائر أن صفحات الفيسبوك الأكثر شعبية يسيطر عليها من وصفهم التقرير بمرتزقة وأن جيشا إلكترونيا جرى تأسيسه لدعم الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأشار التقرير إلى أن إدخال خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال عام 2013 ثم الجيل الرابع في 2016 خلف انفجارا في عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد ونوه التقرير إلى أنه جرى انتداب قراصنة لمواجهة صفحات الفيسبوك التي تنتمي للمعارضين الذين يرفضون يعادة انتخاب بوتفليقة وأصبح الصحفيون ضحايا لهذه الحرب الإعلامية من خلال تلقيهم بشكل يومي للسباب والشتائم والتهديد بالقتل ترجمة نانسي قنقر